السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية والنهاردة هنحل اه مراجعة عامة وشاملة على الواحد الرابعة والخمس والستة اه من كتابة معاصر الفين وعشرين الفين واحد وعشرين سوريه اه من صفحة تلاتة وعشرين صفحة اربعة وكام وتلاتين ان شاء الله نبدأ نقول بسم الله. اول سؤال هو مراجعة على الكلمات اه نمبر وان. طلاب مدرس يجب ان يتم تشجيحهم لعمل مشروعات كلمة يعني يشجع. ظابط الشرطة هو اللي بيفحص الحقائب في المطار كلمة يفحص يعني checked. اما كلمة focused يعني يركز encouraged يعني يشجع. يبقى اخت هبة تدرس انهي علم بالزرط في الجامعة علم الهندسة اسمه engineering. اما كلمة engine بس يعني مطور او تم تلوثها انتفقنا جمل المبني للمجهول. تبقى تصريف تالت يبقى ووض بلوتد. بلوتد يعني لووست. عمل الرسوم البيانية. محتاجة من نا بعض البيانات. كلمة بيانات يعني data. بكلمة data اللي هي البيانات. كلمة price يعني السعر. award يعني جائزة. وdate يعني تاريخ او موعد او صمرة البلح. بلحة يعني. علي اخترع اداة او جهاز. يقدر يستخرج الملح من المية او ينزع الملح من المية. كلمة ينزع او يستخرج. كلمة يعني يحل مشكلة يعني يطور يعني يعني يفوز. الشخص اللي بيقدر تعلم بسرعة ويفهم الاشياء بسرعة. ده يبقى intelligent. وكلمة intelligent يعني زكي. طبعا كلمة careless يعني مهمل. وليز يعني كسول. slow يعني بطيء. your english is very important. تحسين اللغة الانجليزية بتاعتك مهم. كلمة تحسين يعني improving. اما كلمة proving بس او proof يعني يثبت او يبرهن. كلمة packing يعني يعبق. protecting يعني يحمي. we use our to think. نستخدم اي في جسمنا عشان نفكر? طبعا العقل اسمه brain. اما الكلمة دي اسمها stomach يعني معدة. heart يعني قلب. knee يعني رجبة. sports people الرياضيين. when a at the end of competitions. بيكسبوا ايه في اخر المسابقات? طبعا كاس اسمه trophy. طبعا كلمة degree يعني درجة علمية. وميل يعني وجبة وبرايس يعني سعر. number 11. some are used in factories. بعض تستخدم في المصانع بعض الروبوت اللي هو الانسان الآلي. طبعا كلمة planet يعني كواكب vulcanis barakine. make new things for people. بيصنعوا اشياء جديدة للناس او للبشر طبعا دول المخترعين اسمهم inventors. inventors يعني مخترعين. we can see when we boil water. عندما نغلي المية. بنجوف ايه? طبعا بخار اللي هو عندنا steam. اما كلمة steel ده الصلب. وايس ثلج والجوز عصير. he good results and got a gold medal. هو حقق نتائج جيدة. وحصل على الميدالية. كلمة يحقق يعني achieved. it's not easy to all the new words. انه ليس سهل ان الكلمات الجديدة. طبعا مش سهل عليك تتذكر. لازم تكتبها مرة واثنين وثلاثة كلمة تتذكر يعني. memorize. memorize. جامل كلمة memory الذاكرة. memorize يعني يتذكر. طبعا كلمة remind يعني وذكر الاخرين. يعني يفكر حد بحاجة يعني. آآ بعد كده فيه expressions and prepositions اللي هو التعبيرات وحرف الجر. many subjects are in english at the university. احنا حلناها. ان كثير من المواد يتم تدرسها باللغة الانجليزية. لما اقول انا بكتب بانجليزي بقول عندنا I write in english. بسمع بالانجليش يبقى I listen in english. وهكذا. فكلمة in هنا يعني بي اللغة. يبقى many subjects are in english at the university. يعني كثير من المواد تدرس باللغة الانجليزية في الجامعة. did you hear? اه خوفه? هل انت سمعت عن الملك خوفه? طبعا عندنا hear about. يسمع عن. can you out this mass problem? الجملة دي مشهورة جدا في الامتحانات ومعناها يحل المسألة الحسابية. فعندنا يحل اسمها work out. بتساوي كلمة solve. s o l v e. number 19 is very important to us. experiment is يعني التجارب العلمية. مهمة جدا لينا. طبعا كلمة التجارب العلمية. زي هزا كلمة homework اللي هو العمل او الواجب بتاعنا. بياخد عندنا verb to do. يبقى الصحة عندنا doing experiments is very important to us. can the little girl count fifty? هل البنت ممكن تعد لحد خمسين? كلمة يعدي الى اسمها count two? count a two. نروح بعد كده على الجرامر. آآ فتعال هنشوفها عندنا اول جملة. ميرنا wasn't able to finish her homework yesterday. ميرنا wasn't able to finish her homework yesterday. اتفقنا ان كلمة wasn't able to كل ده بيسوي كلمة couldn't. فهبدل كلمة wasn't able to كلمة couldn't يبقى الجملة. ميرنا couldn't finish her homework yesterday. الجملة التانية طارق. might visit us tomorrow. اشتغل بكلمة I'm not sure. طبعا احنا انتفقنا ان كلمة might بتساوي I'm not sure. وقلنا كمان لما نحط I'm not sure مش هينفع استخدام might. وجملة مستقبل فهبدل might بكلمة will. تبقى الجملة I'm not sure that will visit us tomorrow. وممكن احزف كلمة z اقول I'm not sure. I'm not sure. I'm sure. I'm sure. بتساوي كلمة must. بس must لازم يجي معاها مصدر. مصدر كلمة is هي كلمة a b. فانا بحث في I am sure. واشيل كلمة is وحط ما كانها must be. يبقى الجملة انها must be l. ليه جبنا كلمة بي? لان كلمة must يجب ان يأتي بعدها مصدر. يعني فعل مضارع بدون ادفات خالص. المصدر بتاع آم و is و are وهو كلمة a b. عشان كده اسمه verb to be. نروح على آآ السؤال الرابع سامي was able to do his homework alone. سامي قدر يعمل وجبه لوحده. كلمة was able بتسوي كلمة كد. فالجملة سامي could do his homework alone. المعلم اعطى اللي المطلبة بتطوعه هدايا. اشتغل بكلمة to. طبعا كنا اخدنا آآ درس اسمه. الافعال المتحدية. الافعال المتحدية هي افعال يأتي بعدها مفعول به او اتنين مفعول به وهكذا. فعندنا فاعل. فاعل. مفعول به. اول. مفعول به ايه? تاني في الجملة. يعني في اتنين مفعول به. كلمة ايه? طبعا ما بيدينا المفعول به العاقل الاول. مفيش حرف جر. امتى نحط حرف الجر دوت? لو بدنا غير العاقل مع العاقل. بقى الجملة. بقى جملة كده. تاني عدد. نروح على نمبر سيكس. كلمة كد بتساوي where وابلتو. فهنحزف كلمة where وابلتو ونحط هنا كلمة كد مكانهم. يبقى what could you do when you were five years old. اشتغل بكلمة might. might بتساوي perhaps. هنحزف perhaps. وكلمة is هنخليها might a b زي ما اخدنا من شوية. لان might زي كلمة must وزي كلمة can't بيجي بعدها مصدر. ومصدر كلمة is هي كلمة a b. يبقى الجملة. رامي. might be in his office now. she is definitely hungry. اشتغل بكلمة b. انتفقنا ان كلمة is definitely بتساوي must be. يبقى الجملة she must be hungry. she must be hungry. مصطفى. ونروح على نمبر ناين. مصطفى sold his card وحمزة زي ما قلنا كلمة sold عاملة زي كلمة جيب اعطى. هنا sold يعني باع. من الافعال المتعدية. يبقى هيجي بعدها اتنين مفعول به. ادي. الغير العاقل وبعدين العاقل. وفي حرف جره تو. عشان نشيل حرف جره تو من هنا. هنبدل حمزة ما كان كلمة ايه his car. يبقى الجملة هتبقى sold حمزة ازاي? مصطفى sold حمزة his car. مونا couldn't find her back. اشتغل بكلمة able. ايه بقى اللي واحدة ما تنفعش. احنا قلنا كلمة couldn't بتساوي wasn't able to. يبقى مونا wasn't able to find her back. تعالى نشوف اسئلة المواقف على الواحدة الرابعة والخمسة والستة. انت متأكد ان انت شفت ايه اسد. عند التأكد بيقول عندنا ايام شور. اقوله الجملة. لها ايام شور ذات اي سو الاي. ايام شور ذات اي سو الاي. انت مش متأكد. يبقى هنشتغل بكلمة ميت. يبقى قول كده. واحد يقول لي ينفع اقول كده صح. ينفع شباب جملة تبقى كده بالزبط. تم اغبارك انت حد بيقولك ان سلمة وتعرف تحل اي مسألة حسابية. اكيد هي عبقرية في الرياضيات. فقول عندنا كده سلمة مست بي ايه جينيس. ممكن اكمل ات ماس. number four your sister is not working remind here to do well before the exam. اختها ما بتذكرش اكد عليها فكرها انها لازم تشتغل كويس تذكر كويس قبل الامتحانات. فده يعتبر نصيحة او تسكير. اقول لك. it's important to study hard before the exam. your friend خالد is always late for work. صاحبك دايما بتأخر عن العمل. يعني اكد عليه تلك النقطة هو متأخرش عن العمل او يصل الى عمله مبكرا. فقول له كده. it's important او it's essential to arrive at work a early. انتصل الى عملك مبكرا. heba doesn't do her homework. heba بتعملش واجبها on time في الموعد المحدد. advice here يعني انصحها. advice here يعني انصحها. النصيحة عندنا بكلمة should. وقدر اقول لها كده. you should do your homework on a on time. وممكن اعملها تأكيد على المعلومة. it's important to do your homework on time. اول امتحان على الواحدة الرابعة والخمسة والستة بيبدأ طبعا عندنا بسؤال الديالوج. عاصم وعلي بيتكلموا عن مدارة ستم. طبعا كلمة ستم سكولز من دروس المشهورة عندنا في تلتة عدده يا شباب. can I ask you some questions please? ممكن اسألك بعض الاسئلة. قال له of course. اول سؤال كان انجابته. ستم سكولز are very good. طبعا ما مديني صفات المدرسة هنا. ده تعبير عالي عن رأيه في المدرسة. واضح ان فوق بيقول له رأيك ايه في مدارس ستم. واضح ان بيقول له what do you think of ستم سكولز? ما رأيك في مدارس ستم? فقال له ستم سكولز are very good في سؤال. قال له yes they focus on بيركزه على science and technology. اول ما نلاقي الاجابة بكلمة yes او no هسأل بفعل مساعد. حسب الجملة. كلمة focus هنا فعل مدارع مصدر. يبقى سأل بكلمة do. والفاعل they. يبقى do they focus on وكمل الكلام. يبقى do they. دي دي عادة على المدارس. focus on science and technology. what about teachers and these schools? وايه اخبار المدرسين في هذه المدرسة? طبعا احنا قلنا مش اي مدرسين بيعملوا في مدرسة دول ايه experts يعني experts الخبراء. فقال له عندنا they are experts and they encourage students. هم خبراء وكان بيشجعوا ايه الطلاب. can i join this school next year? هل يمكن ان التحق بتلك المدارس العام القادم? طبعا الشرط الوحيد للاتحاق انك تكون جايب درجات عالية كدا. فانا قلت له الشرط بتاعها هو. if you get high marks you can join it. ممكن تلتحق بمدرسة من مدارس. سؤال التاني في الامتحان هو سؤال. you are not certain. غير متأكد. يبقى might على طول. ذات علي. آآ is at the library. يبقى علي. might be at the library. you tell your friend what you could do when you were young. انت تغبر صديق ليك? انت كنت بتقدر تعمل ايه عندما كنت صغير? بقول له كنت بعرف اعمل كزا وانا عندي سن كزا. مسلا بعرف اقود آآ دراجة. I could ride a bike when I wear six years old. your sister doesn't revise well. اختك مش بتراها كويس. emphasis يعني اكد ده. والله لازم تناجهك كويس. ولا عندنا كده. it's important to revise well. من المهم ان تراجع جيد. طول ما بقول ان كلمة emphasis بشتغل بكلمة اسمها. it's important. it's essential. it's necessary. don't forget. آآ you must remember واعكز. طبعا بعديهم كلهم طو مصدر ايه يا بي. آآ السؤال التالت في الامتحانة هو سؤال قطعة فه. طبعا هنا القطعة دي خالية شوية. كلم عن علاقة ولد صغير بشجرة. قول لك. زمان كان فيه ولد صغير. كان متعود يجي جنب الشجرة. بيلعب حوالين الشجرة التفاح كل يوم. كان بيطلع على الشجرة. كان بيأكل تفاح. كان بياخد كده آآ يسموها كده ايه آآ غفوة يعني ينام شوية صغارين يعني. تحت زلال الشجرة. هو كان بيحب الشجرة. والشجرة كمان كان بتحب تلعب ايه معا. بقى يجي جنب الشجرة. كان هو حزين. بقى شي يلعب مع الشجرة. ومع ذلك. الشجرة كانت مستعدة تعمل اي شيء تجعل هذا الولد. او الشاب بقى خلاص حق سعيد. اعطت له كل التفاح بتاحها. عشان يبيحهم. طبعا كلم عشان يشتري بدل التفاح. ايه تويز لعب. الشجرة اخبرت الولد انه يقطع يعني الفروع الشجرة. يبني بمنزل. اخد الجزع بتاع الشجرة. عشان يبني قارب. ويعمل ابحار في النهر او في البحر. بعد سنوات رجع تاني. اقلت له الشجرة. لم يبقى لدي شيء غير الجزور بس بتاعتي. الجزر كلمة يعني مع ده. الرجل اغبر الشجرة ان هو محتاج بس ما كان يستريح فيه. شجرة بقت سعيدة. لسعادة ايه الانسان ده. طبعا قطع خيالية شوية. لكن بيهم من هنا الوضع الامتحان. فهمك للقطع. الولد ده كان متعود يعمل ايه. used to يعني اعتاد ان. عندما كان طفل صغير. يبقى he used to come and play around the tree. what does the underline pronoun them. ريفير تو قلناها. عيد عن ابل. يبقى them refers to the apples. روح السؤال التالت. هل تعتقد ان الشجر مهم. وليه طبعا مهم. قلنا yes because we can sit under its shadow. ممكن نستظل بالظل بتاعه. we can get fruit and wood from it. نحصل على الطعام. the tree gave the boy hair to build a boat. ايه الجزء اللي الشجرة اعطته الولد عشان يبني بيه قارب طبعا الجزء. اللي هو trunk. طبعا قلنا branches يعني. فروع وروت يعني جزر. the main idea of the passage is to be. الفكرة الرئيسية. في تلك القطعة ايه? ان انت تبقى ايه? careless مهمل? ولا helpful? معين? او متعاون? ولا unkind? قاسي? ولا سات حزين? طبعا helpful. روح الاسأل الريدر black beauty. square gordon طبعا هنا. thank beauty for saving him. شكر beauty beauty لننقذهم. the younger rider الشاب اللي كان ركب حصان طبعا the smoke a cigarette and cause the fire. دخن صيجار وسابب حريب. number three black beauty طبعا refused to cross the bridge. رفض يعبر الكبري. ginger طبعا was coughing كانت تذكح. when the air was filled with smoke. عندما تلقى الهواء بالدخن. روح لأسألة الكريتكال thinking. answers the following question. what do you think would happen if beauty cross the bridge? في رأيك ماذا كان سيحدث اذا عبر بلاك كبري? كيد كان هيقع في النهر. يبقى قلنا عندنا جوردون جون منلي and beauty would fall into the river او ممكن اختصر اقول they would fall into the river and die. يموتوا يعني. what do you think would happen if john didn't come to take the horses from the stable? ايه اللي كان ممكن يحصل لو جون منلي ما اخرجش الخيول من الاستبلات كانوا هيموتوا في الاستبلات المشتعلة. the horses would die in the burning stable. كانت burning stable يعني الاستبل ايه المشتعل. روح على سؤال كله عن الكلمات. علي يريد ان يعمل كطبيب. as يعني because. لان هذه المهنة ايه مهنة مجزية. وكلمة مجزي اسمها rewarding. اما يزلس يعني غير مفيد. local يعني محلي. international يعني دولي. after secondary school بعد المدرسة السنوية. students start at university. بيبدأوا يحصلوا على الدرجة العلمية. اسمها عندنا degree. oxygen and hydrogen are. طبعا دول عبارة عن يعني غازات. person is very quick to learn and understand things. شخص سريع التعلم وفهم الاشياء. ده intelligent. lazy casual stupid يعني غبي. hopeful يعني متفائل. footballers. لاعبين قرى القدم. should have many. عندهم مهارات. اسمها skills. skills يعني جماجم. scales يعني ميزان. characters يعني شخصيات في القصة او في الكتاب. reading stories your English. قراءة القص تحسن اللغة الانجليزية. اسمها improves. اما proof يعني يثبت او يبرهم. remove يعني ينزع او يستخرج. move يعني يتحرك. نروح للسؤال السابع هو سؤال الجرامر. perhaps it will be called tomorrow. اتفقنا بنحذف كلمة perhaps وكلمة will. نحط ما كانها might. يبقى الجملة. it might be called tomorrow. what weren't they able to carry? اتفقنا من كلمة weren't and able to. نسوي كلمة couldn't. وده تكوين سؤال. يبقى what couldn't they carry? what couldn't they carry? ياسر sent us a book. نروح الى number three. ياسر sent us a book. ياسر ارسل لنا كتاب كلمة sent من الافعال المتعدية. بعدها اتنين مفعول به. us نحن عاقل وبوك غير عاقل. عشان نستخدم حرفة جره تو بينهم. بنبدل مكانهم. بنبدل غير العاقل مع العاقل. يبقى الجملة. ياسر sent a book to us. اخر سؤال يا شبابة هو سؤال البراجراف عن. ده متوقع هيجي كزا محافظة. نكتب عندنا كده. اتكلم في موضوع مهم. ودي جملة اسمها جملة افتتاحية. دي بقى الجملة الاسية. مدرس مهمة في مصر. مصر بقى فيها كزا مدرسة من النوعية دي. they are special schools. بدرس مميزة. which focus on. تركز على science, technology, math and engineering. students in esteem schools must be hard working. لازم يكونوا طلبوا مقتهدين. they study all subjects in English. بيدرسوا كل المواد باللغة الانجليزية. so ولذلك they must be very good at English. يكونوا بارعين جدا في الانجليزي. expert teachers. المعلمين الخبراء. encourage students to learn by doing projects. بيشجعوا الطلبة. يتعلموا عن طريق عمل المشروعات. they do projects in the team. بيعملوا في فريق. to solve problems in our environment. يحلوا مشاكل البيئة من حوالينا. they can get a degree in medicine and engineering when they join the university. هما اداروا يحصلوا على درجات علمية في الطب. او في الهندسة. عندما يلطحوا بالجامعات. they get special skills. بيحصلوا على مهارات خاصة. so they will get good jobs in the future. هيبقى عندهم وظائف مميزة في المستقبل. we should encourage our students to join these schools. علينا ان نشجه الطلبة. التحاق بتلك المدارس. because they can develop the future of our country. الطلاب بتوعزي المدارس. يدروا طوروا المستقبل بتاع بلد. كده اول امتحان خلص الشباب. نروح على الامتحان التاني. اللي هو اه امتحان تاني على الوحدة برضو الرابعة والخمسة والستة. عمر ان سامي ار توكينج ابوت اماتش. هاي سامي. في سؤال. قال له اموتشنج افوتبول ماتش. بيقول له بتعمل ايه او ماذا تشاهد. اي ام تبقى يبقى يبقى او 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 قال له هنا من حقك تختار اي فلاتين. فانا خطرت عندنا من سيفوز? فانا قلت اي فقال له عندنا سؤال قال له طبعا بيقول له هنا ليه تعتقد دوت? تقول له واي او واي دو يو ثنك سوك لما تعتقد زلك? السؤال اللي بعده سؤال المواقف في المحافظة المينيا وبين سيفو اسكندرية. فقر اخوك. يعمل واجبه. يقول له عندنا كده. don't forget to do your home work. you are sure that your father is not at home. انت متأكد ان الاب مش البيت. طبعا هنحزف كلمة. you are sure خالص ديقول عندنا my father might be at home. sorry can't be at home. عشانو الجملة دي شور متأكد وهنا في ايه? في نافي. جملة التانية you are sure انت متأكد that your father is not at home is not enough. احنا قلنا لونا متأكد. بس الجملة منفية بقول can't be. you are my father can't be at home. your friend asks you about the weather tomorrow. صاحبك بيسألك عن التقس غدا. قلنا دايما التقس دايما غير مؤكد. you are not certain. انت غير متأكد. the weather might be cold tomorrow. the weather might be cold tomorrow. او hot او good واكاز. سؤال التالت في الامتحان. سؤال comprehension. قطعة. قررت كتير يا شباب كذا محافظة. last summer طارق wanted to spend holiday. الصف اللي فات طارق اراد انه يعمل اجازة بتاعته. he decided. سألت يعني قرر. to spend a week on his uncle's farm. مزرعة عامو. and another week on the seaside. واسبوع تاني على مدينة سحرية او في البحر يعني. first he traveled with his parents to alexandra by train. الاول راح اسكندرية. لانها مدينة سحرية اللي هي seaside. they stayed at a nice hotel. قعدوا بفندق لطيف. every morning. كل يوم الصبح. they طبعا كانوا مستمتعين جدا بالجلوس على الشاطئ. in the evening they used to do shopping. تعودوا يعملوا shopping مساء. after this week بعد الوزوع دوت. طارق طارق الوالدين. in alexandria. and traveled by bus to his uncle's farm. ورح مزرعة عمو. زير هناك. he spent a very good day that was شام النسيم. كان مصادفة ان هو وصل هناك في يوم شام النسيم. وقضى يوم لطيف هناك. he spent it with his cousins. قضى اليوم مع ابناء عمو. in the morning they ate boiled eggs for breakfast in the felds. اكلوا الصبح في الفطار. بيد مسلوق في الحقول. in the evening they enjoyed singing and dancing. في المساء استمتعوا بالغناء وايه? والرقص. نروح نشوف الاسئلة شباب. اول سؤال. what do you think of طارق's holiday? ايه رأيك في اجازة طارق? اكيد اجازة كانت ممتعة جدا. فقلنا I think it was enjoyable. كلمة enjoyable هنا ممتعة. what does the underline pronoun they refer to? كلمة they عيدة على ايه? قلنا عيدة على عائلة طارق. يبقى عندنا they refers to طارق's family. what did طارق and his cousins eat in شام النسيم? اكلوا ايه في شام النسيم? حسب القطعة. يبقى the eight boiled eggs. بيد مسلوق. in الكزاندرية طارق's family state. قعدوا في اسكندرية فين? اقاموا فين? يبقى add a hotel. two is to make up someone's mind. انك انت آآ تاخد قرار فاسمها make up someone's mind. يبقى اسمها عندنا to decide. decide يعني يقرر. طبعا نسبان دي يعني يقضي وقته. ما العشاء خلاص بكلمة someone's mind. وان جو يستمتع وسط يعني يجلس صح عندنا. انك انت آآ تاخد قرار آآ تنفزه. اسمها to make up someone's ايه? اسمها decide. نروح على سؤال الريدر. طبعا هنا يا شباب. يعني كان بدخن سجارة بينما الحسن بتاعه كان يتم تنظيفه. بلاك بيوتي number two تبقى عندنا stopped and refused to cross the bridge. توقف ورفض يعبر الكبري. مريليكس طبعا هنا هيبقى was a short fat horse. واخر واحدة جون منلي was square gordon's a help. do you think that black beauty was right to stop crossing the bridge? هل تعتقد ان بلاك بيوتي كان على صواب انه يتوقف عن عبور الكبري وانه ايوه? yes because the bridge was broken in the middle. because the bridge was broken in the middle. it's important to treat animals kindly. انه من المهم انه عامل الحيوانات طريقة نطيفة. فيها عطف. why? عشان ده شعار القصة بتاعنا. because they are not machines and they have feelings. طالب تاني بيقول to make them work hard for us. عشان يعملوا عندنا بجد. انت لما تحسن آآ للحيوانات العاملة في المزرع تشتغل بطريقة ايه? افضل. نروح على سؤال choose. it's to take a passport when you travel الابرود. من المهم انك تاخد معاك جواد السفر بتاعك. عندما تسافر خارج البلاد باسمها essential. رانيا got in medicine. and got a job in the hospital. يبقى رانيا حصلت على ايه في الطب? واشتغلت في المستشفى. يبقى اخدت درجة علمية اسمها degree. اما كلمة plan يعني خطة. trophy يعني كأس. يعني جايزة. الامهات طبعا اسمه اللي هو المكناسة الكهربائية. كلمة لون مور على بعضها كده. قالت قص العجب. وقور يعني مجدافة على المركب. يجب ان يكونوا الطلاب مجتهدين. اسمها هارت ووركينج. طبعا ليزي كسلان. بلايند كفيف. وده يعني اصف. انا مش هاوت اسمع عن مشاكلك الشخصية. كلمة شخص يعني اما كلمة يعني غرض يعني شخص يعني خبير. وين اه وين ووتر وين ووتر بايلز وي كان سي. عندما تغل المياه نشوف منها ايه بخار اللي هو عندنا ستيم. ستيم يعني مخار الماء. السؤال السبع في الامتحان هو سؤال هل تمكنت من آآ العثور على الحقيقة المفقودة? كلمة كد بتساوي خلي بالكو ده تكوين سؤال. هقول له يبقى هيسم أعطى أمال كتاب اشتغل بحرف جر تو خلي بالك الأفعال المتعدية بعدها اتنين مفعول به عاقل وغير عاقل عشان نحط حرف جر تو لازم نبدل مكانهم يبقى هيسم أنا متأكد ان هذا المتحف مغلق الأضواء كلها غير مضاقة كلها مطفية اشتغلت بكلمة مصد فين الجملة الفتاة أكيد هنحزف كلمة ونحول نخليها مصد بجملة آخر سؤال في الامتحان هو سؤال الروبوت في حياتنا هناك كلمة أند يا شباب نستخدم الروبوت في طرق مختلفة العلماء بيرسلوا الروبوت تحت الماء يعني عشان يدرسوا البحار يبعتهم في قلب البراقين لإدراس لأمكان خطيرة عشان يدرسوا الكواكب الأخرى يسعدنا في أعمال المنزل بيقدروا يعملوا الروبوت تتحدث مع الناس وتتعرف عليهم عشان نعمل تسليه وطرفيه أطفال المرضى يجعلهم يشعرون بالتحسن في المستقبل الروبوت هتقوم بأعمال أكتر بدل منين من البشر كذا يا شباب الحمد لله نحن أحملنا المراجعة النهائية وشاملة على الواحدة الرابعة والخمسة والستة من كتاب المعاصر من صفحة 23 من صفحة كام 34 أتمنى أن يكون الفيديو مفيد لكم أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته